بيبقى صعب جداً صدقوني صعب قوي انك تتكلم عن ناس قدمت صدق قدمت مشوار حلو قدمت حاجات كتير مختلفة شام سليم حتى لما كان دخل مرحلة انه بيقدم شخصيات وطنية خلاص دي مرحلة النطج فكانت بتوصل وهو كان حابب المراحل دي يعني لما قدم المراحل دي مع اجيال تانية شفناه في هجمة مرتدة اعتقد كمان كان موجود في كلبش لا كنت بتصدقه لانه حاسس انه جيل بيسلم جيل هشام عمره ما كان ابداً كفنان تحس انه عنده مشاكل او يتخاني او انا اسمي فين او كذا كان يهمه دايماً انه يقدم فن حقيقي فن كويس وكان عنده اشياء انسانية كثيرة يعني انا لا انسى ابداً وفاة ممدوحة عبدالعليم قد ايه تأثر هشام سليم وكان دائم السؤال ودائم انه يتأكد انه بنت ممدوحة عبدالعليم بخير يعني وكأنه اخوه فتخيل لما يعني هذه الاعمال خصوصاً ليالي الحلمية اللي جمعتهم مع بعض قعدوا يشتغلوا فيها ست سبع سنين هشام كمل بعد الرحيل فتخيلوا الدراما قد ايه بتعمل من التقمس اخوة حقيقية وده اللي حصل تماماً ما بينهم وفضلوا طول الوقت ما اعتقدش غير انه الخير والمحبة كانت موجودة طول الوقت سيظل هشام سليم اسمه موجود اسمه بيننور كل مسلسل اسمه في القلوب والناس النهاردة حفرت اسمه بكلمتين حلوين ابن الاصول المحترم في ذمة الله ومعية الله نودع جميعاً هشام سليم واسرة التاسعة والتلفزيون المصري تودع هشام سليم مع كل الجمهور وايضاً الوسط الفني